السلام عليكم ورحبا بكم في قناة رجاء المغربية وصفتنا لي اليوم عبارة عن بتيفور او اللي حلوة البوق حلوة الزمن الجميل الرائعة اللي تدوب دوبان في الفم بمقادير جد بسيطة واقتصادية بدون بيض بدون خميرة بلا ما نطول عليكم دوزل المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة لهذا الحلوة غادي نحتاج الميتين وخمسين غرام ديال زبدة مارغارين غادي نضيف علي واحدة رشيشة ديال الملحة غادي نضيف عليهم كذلك زوج لكيسان ديال سكار غراسي غادي نعبر بالكس ديال غادي نداخل ديك الزبدة هيو سكار غراسي نحاول دائما زبدة ناخدها طرية او اللا إلا كانت عندي فتلاجة نخرجها بمودة حتى تاخد لي حرارة المطبخ باش تجيني ساهلة فاشو نخدم بها الحلوة تجيني جد سهلة ما تعدبني شب السفر لأنه ضروري الزبدة تتحك غادي نبدأ نفركها هكا بصباعي حتى نجمعها هيو سكار غلاسي غادي نضيف عليها كاس ديال الميزينة اي مي عادي سبعة وتسعين قرام ديال الميزينة نفس الكاس ديال العبار ديال العنبا سوف نخلط ميزينة مع الزبدة والسكار سوف نضيف الزيت سوف نستعمل جوش الكؤوس الزيت النباتي سوف نضيف الكس و ندخله مع الخليط وبالنسبة لها الحلوة سوف نضيف الكسين نضيف الكسين سوف نجحوا فيها سوف نضيف الكسين نحاول نضيف الكسين الزبدة وسكر غلاسي نشاو كذلك الزيت باش نتحصل على واحد القوام اللي هو كريمي وغادي نضيف الكأس التالي يعني الزيت نضيف غير كاس بكاس ما نضيف هاش كلها دفعة واحدة باش ما تغلبنيش وباش نحاول نداخلها مزيان هنا يمكن لكم تضيفوا النكهة ديالتلافاني او لا اي نكهة بغيتوها هو لكي النكهة ديالتلافاني اللي تجي رائع بزاف او لا إلا بغيتوها تخلوها طبيعية بدون نكهات وكذلك تجي رائع جدا النكهات تيبقوا اختيارين هنا تنحك هذه الزبدة ناروني نحكها لانها هي لغادي تعطيني ذاك الملمس جميل في الحلوة وكذلك مشكلة ديلة الزبدة يلا بقات مكركبة فاشتطي بالحلوة تيجو عندك وكذلك الفراغات ليجوك التوقوف في الحلوة ما تجيش مقدة هنا غادينا نبدا نضيف الدقيق شوية بشوية وانا تنجمع إلا كنتوا الأول مرة تتشوفوا قناتي فضلا وليس بأمرا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومرحبا بكم ومرحبا بكل الناس اللي انضافوا القناة ديالي واللي وضعوا طيقتهم فيي أو أي تساؤل مرحبا بكم خلووا ليع في الكومنطير إن شاء الله غادي نجاوبكم بالنسبة المقدار ديال الدقيق اللي احتاجت لي هاد الحلوة 766 قرام بالضبط دقيق نوعية جيدة يعني يمكن لكم تاخد لكم أكتر أو أقل على حسب نوعية الدقيق دائما تنأكد لكم على حسب نوعية الدقيق بالنسبة إلا بغي تتأكدي باللي العجين ديالك ناجح 100% بعد ما تتجمعيها تخليها مرخوفة يعني ما تكتريش لها الدقيق بزاف غادي تخرجيها بالبوق ونفررها تيكون شاعل وغادي تجربي واحد جوجي حبات أو لا ثلاثة تب ما تيبليك واش تزيدي الدقيق أو لبرك بالنسبة للأخوات المبتدئة أما الأخوات المحترفة ترى إن شاء الله أنا دائما تنضيف الدقيق وانا تنحك رأخليت لكم فيديو طويل بالأخص الأخوات المبتدئات باش يشوفوا كل شي خطوة خطوة وإن شاء الله غير تبعوا هاد المقادية تبعوا هاد الخطوات ورأت نجحوا فيها بعد ما جمعتها كيف ما تتشوفوا هذه هي النتيجة النهائية ورح تكون مطلوقة شوية كيف ما شدوها ورطبة هنا عندي حلوة البانان أو لاجوم دو بانان دي تتبع رموجودة عند أصحاب المحلات دي الحلويات هاد نقطعها قططعات صغار كيف ما شدو ونحاول ناخد الألوان مختلفة مش طيعتوني داك المنظر الرائع جدا وهنا عندي ثلاثة الأنواع دي البق يعني دائما البق لناخد البق اللي مسنن والسنان ديالو مجموعين هنا بالنسبة لهاد الحلوانة خدمتها بهذا البق يعني وما تدروش له البوش خدمه غير بصبعكم باش يعطيكم الحلواء كيف ما بغيتوها وتقدرو تحكمو فيها فاشطة تخدمي ببيديك أو إلا بصباعك راتي يعطيك الشكل اللي بغيتي ومكلك تفنيني فيه وتلعبي به كيف ما بغيتي هنا تنخرج العجين كيف ما شدو رأي عجين ناجحة مئة بالمئة غير تبعو الخطوات المقادير ورأي تنشعو فيها هنا كيف ما شدو بالنسبة لأخوات المبتدئات رأني خلت لكم حتى الطريقة يلبو شاج أو لبشت طريقة باش تخرجي الحلوة في البقاء اشتيرا لكم بالنسبة لهذا المقادير تخرجوا ليك كمية كبيرة يعني تبصيل كبير ديال البتيفور الرائعين وتيبقى يعني عدد الحبات اللي غي خرجوا ليك على الحجم ديال الحلوة اللي خرجتي يعني إلا قدرتها كبيرة في الحجم غي يكون قليل قدرتها صغيرة أكيد را غي يكون عندك كتير نبعد ما كملت الحلوة ديالي غادي نزينها بديك الحلوة ديال البانان تطعطي واحد المنظر رائع جدا حتى المذاق احتفشتت دوقها رائع تجيك رائع جدا وهدي هي الطريقة القديمة ديال الناس القدام الناس اللي ما عندهمش هاد الحلوة يمكن لك فقط تخليها طبيعية او لتزينها بالفواكه الجفة اللوز كوكو اي حاجة عندك طيب قدت زين اختياري نفران راني سخنته ونقصت ليه غادي نتخليه طاوة ديالي نخليها حتى الطبع لها خاطرها غير هو عشرة دقائق خمستاشر دقائقه رائع تتكون طايبة ما تخلوهاش حتى الطيب بزف يعني غير تبدأ تصفار فقط تخرجيها تتنزليها لتحت غير تيدرب هاداك الصهد فقط رها موجودة ما تتبغيش طيب بزف الانسي توافل فران فرح تتحرق وهنا النتيجة النهائية ابتيفور ديالنا هم موجودين تنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم غير تبعو القطوات من نسبة لطريقة طيابة هانتوما كيف يمشتوها رهما تتكونش طيبة بزف تتكون غير صفيفرة ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم متنى الاعجاب ديالكم الى اجبكم فيديوهاتي متنسونيش ومطبخلوش عليها بلي لايك والبرتاج الناس الجدد اللي اول مرة تتشوفوا قناتي فضلا وليس امران الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مرحبا بكم ومرحبا بكل اخوات والاخوة اللي انضافوا القناة ووضعوا اطيقتهم فيا تنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم اطيقتكم وانتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الضم الفيديو ديالنا ووصفة اليوم اشرف على الانتهاء بصحة والراحة والى اللقاء في فيديو قادم بإن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة